هتسمع كلام كتير جداً لكن في النهاية أنا أقول كلام ده لكل أهلوية ملخصه سؤال اسأله لنفسك واسأله لأي حد بيحاول أنه هو يبسط أو يهون من بطولة كاسع عالم الأندية بطولة كاسع عالم الأندية هي أكبر وهي أقوى وهي أصعب منافسة على مستوى الأرض بالنسبة لأبطال القرات بالنسبة لأبطال حققوا البطولات على المستوى المحلي وعلى مستوى القر والنجاح مش ممكن أبداً يجي صدفة ولو جي صدفة ممكن يحصل مرة أو اتنين لكن أبداً عمره ما يحصل ثمان مرات السؤال هنا ليه الأهلي والسؤال التاني مين يقدر غير الأهلي لو لقيت إجابة على الأسئلة دي ممكن ترد على أي حد في أي حاجة خلينا نرحب بضيفنا ونجمينا النهاردة كابتن رمضان السيد ضيف حلقة مميزة جداً قبل مناسبة مهمة جداً خلينا نقول مناسبة تاريخية جداً هتجمع بين نادي القرن في أوروبا ونادي القرن في أفريقيا في مباراة رسمية وفي بطولة هي الأقوى على مستوى أبطال القرات بطولة كاسعام لأن دي كابتن رمضان السيد ضيفنا ونجمي حلقتنا النهاردة مساء خيري كابتن رمضان مساء الخير يا أحمد وتحية تليك حالتنا المعنوية في السماء في السماء صح؟ كمة السعادة وكمة الفرع على الرغم أنه يعني ناس كتير جداً ممكن وهي في بطولة كبيرة زي كده ورايح تلعب مع ريال مدريد تبقى خايفة تبقى متوترة لكن الأهلوية الحقيقة عاملهم كبير جداً وفي مده السعادة أن هم يلعبوا مع ريال يوم الأربعة اللي جاي أكيد اللي خافي روح اللي خافي روح بس قبل ما نتكلم عن ريال أنا عايز رأيك في نسخة الأهلي في المونديال الحالي وشكل الأهلي قدام أوكلند وقدام سياتل إيه اللي عجبك؟ إيه اللي ما عجبكش؟ إيه اللي ناقص؟ إزاي نكمل قبل ما نروح لماطش الريال؟ يعني طبعاً يمكن الشوت الأولاني في المبراتين الحقيقة ما كانش معمول بمنتهى الجدية اللي بتلاعب بيه شوت تاني شوت تاني الأمور بتختلف اختلاف يعني كبير جداً 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 إزاي كان في النواحة البدنية أو في التكتك اللي بيلعب بيه الراجل أو في الاستحواز أو في الرتم الرتم تبقى سريع جداً عكس الشوت الأولاني الرتم يعني بطيء جداً الحقيقة فإن فجأة ده ما حصلش في المونديال بس ده حصل في كتير من الماتشاط في الدولة هنا كمي بالزبط بالزبط بس هي فيها مشكلة بس دي إن انت ممكن ما تضمنش إنك مثلاً شوت الأولاني ما تستقبلش حاجة بالشكل اللي احنا بنقدي به شوت الأولاني يعني في الرصيات اللي الحقيقة جدتهم فرص إنهم ممكن نسجلوا لو سجلوا كان يعملنا مشكلة لكن إحنا في يعني بنبقى في الشوت التاني لا في كمة حالتنا الفنية والبدانية والاستحواز والانتشار والريتم الرتم السريع جداً جداً اللي احنا بنعمل بيه تفوق على أي حد بقى لكن إحنا عاوزين إن شاء الله بإذن الله لأن نبدأ من أول الشوت والله حقيقة فكرتني بحاجة أنا ليلة الماتش كنت هنا في الأهلي في المونديال وكان لازم أشكره الحقيقة على الهوى كابتن زاكي عبد الفتاح لأن احنا عملنا معايا فيديو كول كلمنا عشان بما أنه هو طبعاً ليه خبرة كبيرة في الدولة الأمريكية فهو عاد فرقة سياتل ساوندلز فقال لنا نصاً كده أن الفرقة دي يمكن تصمد قدام النادي الأهلي وشكر فيها وفي لعبتها فرقة محترمة جداً عندها 13 لعب محترف طبعاً أبطال انتزعوا بطولة الكونكا كاف من أول مرة فبالتأكيد هي فرقة محترمة جداً لكن هو قال لي أو راهن على فكرة أنه أنه الأهلي يصمد قدام الفرقة دي لمدة 60 دي بعد كده هم هينهروا بدنياً لأنه مش يقدروا يكملوا مش يقدروا يكملوا وقد كان فعلاً حسنا فرق كبير جداً بين الأهلي في شرط الأول والشرط الثاني الحقيقي يعني ده كان موجود في المبراطين الحقيقي كان أوكلاد أو سياتل بس أوكلاد ده كنا يمكن مسيطارين في الشرط الأول بس لديش فعالي للسحوز السلبي لسحوز السلبي وهم كانوا متكتلين برضو درفعنا كابتر رمضان بشكل عامل من حقهم أنهم يعملوا كده لأنهم الفروق اللي بابين نادي الأهلي وهم فروق كبيرة جداً فبالتالي هم بدي يقولك مسحية الشرط الأولاني على لسل أن يطلع صفر صفر ويمكن كان هم ماجهين في الاتجاه ده اللي طبعاً هدف الحقيقة النجم طبعاً هسين الشحات طبعاً فك اه طبعاً هو ده اللي فك بقى خلاص المباراة يعني إحنا داخلين الشرط الثاني في مرات أوكلاد إحنا كلنا متأكدين أننا نعمل سكور بعد ما الشادة بتاعت الشرط الأولاني راحت فهي دي بس الملحوظة اللي هي الممكن شوية سلبية لأنك أنت حتى ممكن مثلاً مباراة ريال مدريد لما نيجي عندها أنت ما تضمنش بقى ده ريال مدريد لا ده ريال مدريد لا ده ريال مدريد قصة وحكاية ورواية اه احنا يعني إحنا نقعد نشتغل ريال مدريد ده الـ 72 ساعة اللي جاية بس خليني أقولك برضو أنا كنت بقول أنه المباراة دي بالنسبة للعيبة يعني لو النهاردة كابتل رمضان وانت طبعاً نجم كبير ولعبت وخدت مطشات صعبة أو تقيلة مع النادي الأهلي أنا بشوف وكنت بقول أنه من وجهة نظر اللعيبة انت النهاردة قدام مباراة اسمها فرصة العمر فكرة أنك انت مش بس بتلعب في كاس العالم لكن ده انت هتواجه ريال مدريد يعني بالألقاب طبعاً هو نمرة واحد على مستوى العالم في الأندية فريق لي جماهيرية وشعبية طاغية فكرة أنك انت ممكن لو تجاوزت المباراة دي دي مش مباراة تاريخ هالي ممكن تبعيش في مباراة هياخدها اللعفة أي مشوار في أي بطولة أهم المباراة دي لشان كبير بقولها فرصة العمر لازم نفكر فيها اللعيبة تفكر فيها أنها فرصة اللي مش هتكرر تاني بص أنا أقول لك حاجة يا أحمد عموماً لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني متشال عنهم الضغوط في مباراة ريال مدريد كل الضغوط متشالة بالعكس ده انت بقى يعني قدامك كنجوم النادي الأهلي يعني هقولك حاجة تخيل انت مثلاً لعيبة النادي الأهلي في مباراة ريال مدريد قدوا الأداء اللي احنا عملنا مع الهلال السعودي في كاس عالم هنكسب هنكسب ما مفهاش يعني لا احنا قدام نجوم النادي الأهلي أو نجومنا ان احنا نلعب بثقة ونلعب بروح الفيننا الحمرة ونلعب احنا مش خسرين حاجة ولو قدر الله حتى تعرضت اللي خسرها من ريال مدريد ما هو ده هتبقى خسرها طبع هي منطقية اي نادي في العالم ممكن يخسر من ريال مدريد عادي مفيش مشكلة خط عشان كده أنا بقول لا بالعكس يعني شايف ان الضغوط في مطش الريال اقل من مطش سياتل واوكلند بكتير يعني بكتير انت بتلعب باوكلند الحقيقة يعني لو عملت معاك اي نتيجة الدنيا صعبة جدا برضو نفس الحكاية سياتل برضو نفس الحكاية لكن انت في امبورات ريال مدريد لا انت متشال عنك كل ضغوط ده انت لازم نفكر ازاي بقى نعمل ابداع في الملعب صحيح يعني ده مهم فجأة كان برح بداية كولر بخط هجومي مختلف تماما على المطش اوكلند سيتي لا ده هو عمل الصح عمل الصح عمل الصح لانه هو خلي بالك اللعيبة مجهدة يعني محمد شريف واحمد عبدالقادر واحسين الشحات عملوا سرعات يعني محمد شريف مثلا في ممبراط الحقيقة الاوكلند لا ده عمل حوالي مثلا عشرين سبرينت بتحرك في ظهر المدافعين وبتتعمله كويس قوي اذا كان من علي معلول او من محمد هاني وهو بياخدها وتعامل معاها ويمكن هو ما كانش موفق ان هو يجيب حسين الشحات لا موجود كبير جدا حسين الشحات هو بنقول ايه ان هو ده حسين الشحات بتاع النادي العين وهو ده حسين الشحات بتاع المقصة نجم كبير جدا ومع الالف منسبات كتير طبعا طبعا ظهر بشكل كبير هتكلم عن نجوم ممطش مبارح من وجهة نظر كابتر رمضان بس هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلام نفسه دس مين لفت نظر كابتر رمضان صحيح الفرق كلها كانت نجوم بس بالتأكيد مبارح كان فيه لعيبة تقلقت مين لفت نظر كابتر رمضان وإيه السمع العامة للفريق يعني شايف حالة الفريق قبل مروح لمعطش ريال مدريد لا احنا حالتنا كويسة الحمد لله يعني انا بستثنى بس الملحوظة بتاعة الشوت الأولاني بنبقى شوية لكن الشوتين ما يمكن يتقال بين الشوتين يغير الشكل كده كابتر رمضان هو الراجل بيعرف الحقيقة النواحي النفسية والدوافع بيعرف يعملها بشكل قوي جدا ومميز جدا قريته للفريق المنافس بتبقى أكبر يعني انت مثلا بيجي فيه ايه فيه مديرين فنيين يقولك ايه مدرب كويس لكن كولر كوتش كويس بيعرف يتيجل التسعين دقيقة لان حتى فيه كوتش كويس لكن حتيت قدرته للتسعين دقيقة ما تبقاش قوي فلا كولر من اول ما بدأ معنا لغاية دلوقتي هو كوتش عالمي على مستوى عالي جدا 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 الحقيقة في قرائته للتسعين دقيقة في قرائته للجيم في قرائته للمنافس قبل المباراة وبخلال الشوت التاني في خلال فترة الراحة الحقيقة لا بيصنع الفارق انا بيقولك في المباراتين الشوت التاني الاهلي يحزن كتير كتير جدا يعني انا هقولك حاجة مبارات اوكلاد يعني بس سيبك من الناس اللي بيقولك ضعيفة ومش ضعيفة انت ممكن تقابل منافس ضعيف وما تقدرش تم معها حاجة وتطلع النتجة سفر سفر وبيحصل في الدور المصري بتلاقي منافس اقل منك بكتير جدا والنتجة تطلع سلبية لكن انت بتتكلم في ايه انا بتكلم بقى على الكوتش الشوت التاني في المبارات اوكلاد انا في رأيي احنا دايما الفرقة اللي بتعمل اداء مميز واداء يعني قوي بنقول ايه ده اداء اوروبي لا انت عارف الشوت التاني في اوكلاد اداء ايه اداء برازيلي الكرة الصغيرة والوان تو والقعوب والاستحواز والريتم السريع كل ده اتواجد اذا كان في المبارات اوكلاد او اتواجد في المبارات سياتل فدبعا دي لازم على طول تروح للكوتش في نقطة الناس كتير ممكن اتواجدها في الاعتبار او نسيها او شايفة بما انه كاس عالم يعني فما نتكلمش في القصة دي فكرة ان الاهلي بقى معروف يعني النهاردة لما الاهلي كان بيروح في 2005 ولا 2006 كنتش حد يعرف الاهلي اوي لكن النهاردة لما بتيجي تلعب في بطولة كاس عالم الناس عارفة انه ده فريق وصل لكاس عالم التالت على التوالي والتمن في تاريخه عارف انه ده فريق خد تلاتة برونزية فبالتالي استعدادهم وتحضرهم ومذاكرتهم للاهلي على انه مش النادي المجهوب اختلفت على انه النادي دايما مرشح انه يوصل مربع ده واخلي بالك يعني ريال مدريد وهو بيستعد ان هو لعبنا اتكلموا قالوا كده قالوا الفرقة دي لأ ليها تاريخ في كاس العالم الاندية واتكلموا عليها بشكل ايجابي جدا طبعا زين بقول لك يعني الحقيقة كولر الحقيقة انا في رأيي من هون مباراة من تألقوا من وجهة ناسا الكبتر رمضان في ماتش امبارح في ماتش امبارح يعني بيرش تاوي الحقيقة في فترات يعني عمل لك بيصنع لك فارق بالسرعة بتاعته بالمراوغات بتاعته بالاختراكات بتاعته بيقدر يضرب اي حد ويقدر يضرب نساح الحقيقة يمكن كهرباء يمكن على فترات بس كهرباء اقل من ثلاث مبارات اللي فاته يعني كهرباء في مبارات السيادة اللي حقيقة لا اقل من ثلاث مبارات اللي فاته انت عندك الو ديانج رغم انه هو مجهد جدا لكن في فترات هو برضك اللي بيفيلك بص الملعب بقول لي في الفصل انت حاسيت انه التلاثة بتعنص الملعب لا مش هما يعني اه مش هما ويغزبن عنهم الحقيقة تتلاعب مباراة مباراة كبيرة جدا وعمل مجهود كبير جدا وخصوصا في العنصر اللي هو انا بعتبره عنصر اهم عنصر في لعيب الكرة عنصر السرعة انت عندك حسين الشحات احمد عبدالقادر محمد شريف محمد هاني علي معلول التلاثة الديفندرات اذا كان اليو ديانج او احمد او السلية او حمبي فاتحي التلاثة عاملين مجهود رهيب رهيب عشان كده انت بتسألني تسألني يا احمد دلوقتي هل حيات التغيير التلاثة اللي فوق دي صح ولا مصح لا وانا بقول لك صح لانهم يعني ما كانوش هيقدروا تمام وخصوصا انو التلاثة التانين برضو يعني التلاثة التانين كويسين طبعا اه طبعا ناحي البدنية حتة الإيجاد دي يمكن مصار تخوف شوي يعني انت رايح تقابل فريق اكيد بطل يعني حدش مش بحتاجين نتكلم عن ريال كتير الناس كلها تعلم من هو ريال مدريد في ظروف بالنسبة لك انت صعب يعني انت واحد سفرت المغرب من القاهرة للمغرب رحت تطوان عدت في تطوان وبعد كده سفرت تانجا وبعد كده لعبت ماتش في تانجا وبعد كده هتسفر الرباط خدت في خلال 72 ساعة مبارتين في غاية القوة وبالتالي بدأ شفنا مبارة حسين زي ما كنا بنتكلم انه اكسبنا ولعبنا مباراة كبيرة بس حسين انه لا في لعبات منهكة بالزبط هتتعامل ازاي في 72 ساعة مطلوب منك تحضر فيهم للمغرب ريال مدريد هل القصة قصة بدني بس ولا شايف انه الاستشفى ممكن يبقى لي دور هل تلجأ للعيبة ممكن يعني تفكر في تغيير بعض اللعيبة تفكر في العيب مثلا زي خلد عبد الفتاح تفكر في لعيب زي مروان عطية تفكر في لعيب زي ربيعة او ياس يعني تفكر في ده ولا تفكر انك تراهم برضو على نفس اللعيبة مع تجهزهم بالشكل لا على نفس اللعيبة لانك انت بتلعب مع فرقة يعني فرقة قوية جدا 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 فبالتالي بتحافظ على التشكيلة بتاعتك وبتعمل يعني لعب بكهربا ولعب ببرستاو ولعب بطاهر لأ هرجع المباراة دي للتشكيلة الاولانية حسين الشحات واحمد عبدالقادر ومحمد شريف انا عايز منك كلمتين لعبدالقادر بصراحة عبدالقادر بالنسبة للجمهور مفيش عليه خلاف يعني لعيب امكانيات وفكهة فكهة بالنسبة للجمهور نادي الاالي فكهة طبعا بس الوحيد اللي تحس انت مستني عارف في لعب كهب فاضل عنده حتة كده عايزة تكمل لو كملت راح في حتة تانية خالص طبعا بص انا اقول لك حاجة يا احمد انت فاكر محمد صلاح من سالهين ثلاثة كان عنده حتة المروى في مساحات الدقيقة ما كانتش يعرف عملها خالص شوفوا عمل تطوير في اداو ازاي تطوير بشكل كبير جدا محمد صلاح في حوالي اربع خمس مبارات الموسم دا او الموسم اللي فات بيراوغ مثلا ايه خمسة لعيبة ومسحة دايقة ومن ضمنهم ايه دفاع الستي مش بقى يعني لا ده دفاع الستي بيراوغ خمسة لعيبة وبيجيب جول بحط جول احمد عبدالقادر انا بقول له حاجة يعني اولا اللعيبي اللي بيعمل موقف واحد ضد واحد ده يعني حاجة جامدة جدا وندرة في الكرة في العالم مش في مصر ده عمل كرة مبارح في المطر يعني الناس كلها بصراحة نفسها تكمل هو بس كمان في حاجة لازم يطور فيها نفسه انا بعد ما بفوت وبعد ما براوغ وبعد ما بختارك الفينيش الفينيش اللي هو ايه صناعة هدف او ان انا جيب هدف ده مهم جدا هقولك حاجة احمد احمد عبدالقادر لو طور نفسه في الحتة دي ده ممكن يلعب انديد كبيرة جدا في العالم لان موقف واحد ضد واحد من افضل اللعيب اللي في مصر بياخده حقيقة وبياخده بمهارة عالية جدا جدا المبارات الحقيقة اوكلند ده مرقص على خط المرمى الرجل رقصه وفات وما فيش مساحة لا لعيب كبير جدا بس هي الحتة دي اتمنى اشوف بصمة مستر كولر يعني زي ما بنوشيد بكلر في تطوير او ان احنا شوفنا اللعيبة رجعت لمستواتها بسرعة او واجباتها وادوارها اتطورت في الملعب مع مستر كولر اتمنى الحقيقة مستر كولر يركز انه عبدالقادر الحقيقة واحد من اللعيبة اللي هتفيدي الكرة في مصر مش بس الندي لا لا صح هو عبدالقادر لو هو يعني عمل تطوير في ادائف والحيطتين اللي هتبتكلم فيهم دولت حيطة موقف واحد الدواحد بعد ما بياخده وبعد ما بيخترك هيصنع بقى جول او هجيب جول لو عمل دي ده خلاص بقى يعني بيبقى من اللعيبة الكبار جدا جدا صحيح نقطة ممكن تبصلها من زاوية تشوفها انها في مصلحتنا وممكن من زاوية ثانية تبقى متخوف منها وهي انه قد يغيب عن فريق ريال مدريد بعض من الأسماء اللي ممكن تقول عليها الأساسية او الركاز الأساسية في الفريق دي ممكن تكون في صلاحنا غياب لعيبة بحجم تيبو كورتوها حرس مرمى عظيم طبعا ممكن الأفضل على مستوى العالم في ظل طبعا ابتعد نوير في الفترة الأخيرة لعيب زي كريم بن زيمة واحد من أخطر محاجمين على مستوى العالم ايدن هازرد ايدر ميليتاو بالضبط كده ممكن تبقى في صلاحنا طبعا قوة ضربة طبعا ممكن في نفس الوقت تبقى تبقى نحن نحس انه لا ريال مدريد مش هو ريال مدريد ايقا في سنة لقدر الله تهاون طبعا الأسماء اللي انت بتقولها عليها دي بيصنع الفارق اذا كان دفاعيا او هجوميا لا أسماء كبيرة جدا وخصوصا كمان كورتوها الحقيقة نهاردة ندخل فيهم جولف مبارات ريال ميوركا لا ما يخشش في كورتو انت عندك بنزيمة بعد نهاية دوري ابطال السنة اللي فاتت قلت انه بنزيمة تيبو كورتوها فينيسي الجونيور التلاتة لعبات هم اللي جاء البطول ريال مدريد بالظبط معادل تلاتة أسماء دول الريال ما كانش موجود لا لا صح يعني بما فيهم توني كروس بما فيهم لوكا مودريس بما فيهم كربخال بما فيهم هو مودريس طبعا اللي هو بيتحكم في رتم اللعب ايو واللي هو بيعمل مشكلة كابتال رمضان الريال ما كانش عنده رتم اللعب اه طبعا يعني الريال حتى في نهاية البطولة ما لعبش كورة غير هي هجمة رحمية خلص جبه وخلا بالك فيه امبارات كتيرة جدا اللعبها يخسرها كلها ما يكسبش كلها بصراح يعني كل المباريات يعني قدام السيتي رجع بمعجزة قدام تشلسي نفس الحكاية باريس سان جرمان لا صح كل المباريات اللعب بالزبط فانا بقول لك يعني هما زي ما بقول لك عندهم اولا جناحين جناحين يعني جمدين جدا جدا عشان كده قصة هاني ومعلول اه طبعا قصة هاني ومعلول عشان كده انا بقول ان هو لو هاني تلع في الهجمة يبقى معلول لازم يثبت وفي نفس الوقت حمد فتحي لازم يغطي هاني يغطي المساحة دي هاني ولا خلد عبدالفتاح يا كابتر رمضان لا هاني مطش ده لا هاني هاني ده مش تقليل من هاني لانه هاني علامي يعني الناس بترهن على هاني على فينيسيس جونيور زي ما شفنا كده نسخة هاني في بايرن مع كومن والفونسو ديفيز بالزبط لكن برضو هنا ممكن تفكر او ممكن ميسر كولر يفكر في فكرة انه خلد عبدالفتاح مدافع يعني هو اساسا سيناريو مباراة الريال مع وجود فينيسيس جونيور واحد من افضل اجنحة في العالم الحقيقة في الوقت الحالي ممكن يكون تفكير في خالد وارد ولا انت تفضل انه هاني هو لا طبعا لا طبعا انا فضل انه هاني اللي يبدأ لان هاني بقاله 8 مباريات في مستوى عالي جدا جدا اذا كان بدنيا او فنيا ورجاء لمستوى اللي احنا كلنا عارفين فيه محمد هاني لا وبعدين هما محمد هاني وحسين الشحات اللي اتنين بيعرفوا يعملوا الحتة الهجومية وبيربطين مع بعض وبيعرفوا يدفعوا حسين الشحات خالي بالك بيعمل مساندة مع محمد هاني مساندة كبيرة جدا جدا عكس اقول لك حاجة عكس بيرستاو بيرستاو ممكن يكون تاخد منه الحتة الهجومية لكن يرجع اه لكن يرجع لا معندوش ما عندوش حسين بقى الشحات لا الفترة اللي فاتت كلها الاتنين الحقيقة عاملين تجانس مع بعض بشكل كواس قوي في النواحة الهجومية وفي نفس الوقت في النواحة الدفاعية أولا محمد هاني يمكن الفترة اللي فاتت كلها في كل مبارياته الحقيقة لا حتى المواقف التفاقية بقى يتعامل معها بكوة ومتعامل معها بشكل قوي جدا يعني مواقف واحد الدواحد الدفاعي لا زاد عند محمد هاني بشكل كبير جدا زائد حسين الشحات اللي هو المفروض بيعمل مساندة معاه لازم بيقى موجود عشان يقفلوا الحتة دي حسين الشحات أحمد عبدالقادر شريف تشكيلة بدأ بيها مباراة برسيتاو كهربا طاهر تشكيلة حسين الشحات أحمد عبدالقادر برسيتاو ممكن يكون خيار ما تروح قدام مارسيل كولر أو حسين الشحات مع طاهر مع برسيتاو برضو ممكن يكون خيار تاني الراجل بيشتغل ايه فني ولا بدني أكتر في مبارزة ريال مدريد هو برضا خلي بالك ولا يفضل فكرة يعني نعتبرهم خطين مستويات الانسجام بينهم خلاص هم ستين يا التلاتة دول يا التلاتة دول هو في نقطة مهمة جدا هو أولا هيبقى تفكيره أن أنا إزاي أدايا مساحات زي ما النهاردة ريال ميوركا الحقيقة عملوا جيم عشرة لعشرة على ريال مدريد بلعبوا زي النص ملعب طبعا مستر كولر ذكر المطر طبعا 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 عملوا مباروان تعرف ايه بلعبوا زي النص ملعب أول ما بيفقدوا الكرة وبعد كده ما فيش مساحات خالص للاجنحة اللي هي المميزين جدا جدا ولا الحتة الاختراك من العمق ما فيش مساحات أحرزوا هدف وحفظوا عليه هو مستر كولر الحقيقة ده السيناريو الأنسب للمباراة اه السيناريو الأنسب لأنك انت لو فتحت الجيم لا مشكلة يعني أنا هقولك حاجة التلاتة اللي فوق ممكن يبقوا مين ممكن يبقوا حسين الشحاط ومحمد شريف وطهر محمد طهر وهقولك طهر ليه لأن طهر عنده برضك نفس الميزة بتاعت حسين الشحاط انه هو مجبود وكبير جدا وبيرجع يعمل الواجب الدفاعي بشكل قوي جدا جدا فالثلاثة ده هتلاقيه انت مميز فيه في النواحة الوجومية وفي نفس الوقت تبقى مميز فيه في المسندات الدفاعية مع حسين الشحاط مع محمد ياني وطهر محمد طهر مع علم علول وخلي بالك كمان مهم جدا جدا ان برضك علم علول يبقى عنده مسندة من الجناح بتاعه لو احمد عبدالقادر بدأ برضو فيه مشكلة شوية المسندة الدفاعية ما بتبقى زي طاهر مثلا طهر نحمد طهر عشان ما يتكررش سيناريو باير ميونيخ وسيناريو بالميراس في المواجهة التانية مواجهة بتاعت السنة اللي فاتت اللي احنا خصبنا فيها المباراة وتقال انه بعد المطشين دول انه الاهلي لو كان لعب جيم بجرأة اكبر شوية وانه مصر مثلا بيتسو المسلماني في التوقيت ده كان يعني لعب كورتو كان ممكن نتيجة تبقى غير هل شايف انه ده ممكن يكون ورد في مطش الريال ده ورد بنسبة كبيرة جدا احنا بصنا نقول لك حاجة احنا الفترة اللي فاتت لما بنلعب كورتنا اللي انا يعني حتى غير اوكلند وغير سياتر في الدور المصري لما بنلعب كورتنا هلنبنعمل تفوق على اي حد على اي حد لان الراجل الحقيقة يعني عامل حتة الاستحواس في التلت الوسطاني وعامل الرتم السريع جدا في التلت الهجومي بشكل مميز جدا احنا لو احنا أمننا انه واحد دفاعية زي ما قلت لك بحسين مع محمد هاني وبيعلم بحسين بيعرف يعمل المسندة وطاهر مع علي معلول وطاهر بيعرف يعمل المسندة لما نيجي نستلم الكورة لا احنا نختارك ونختارك بجرأة ونختارك ما فيش قلق لا احنا عندنا تيم قوي مش عندنا لعندنا تيم قوي يمكن واحدة من الحقيقة برضو لازم نكرر مرة تانية ونأكد في كل مرة على الدور الرائع اللي بيقوم بي الجماهية المغربية أنا قبل مطش مبارح يقللت المباراة عطول قلت انه الاهلي بكرة هيواجه سياتل على ارضه وسط جمهوره وقد كان الحقيقة واعتقد انه برضو فكرة المسندة الجمهورية وفكرة البطولة في ارض العربية عاملة معانا فرق يا كابتن مضان طبعا 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 ده مية في المئة أنا اقول لك حاجة بسهن اللعبة دي محرومة من الجمهور هنا طبعا طبعا أنا مبارتين حاسي ناد الأهلي بيلعب في ملعبه في الساد القاهرة ايه ده يعني التشجيع دوت ومش تشجيع كده يعني لا بالعكس تشجيع بقلب ويعني مساندين بشكل كبير جدا ويمكن احنا خلي بالك احنا برضوك في حتة العرب في حتة الحب ديت هم الناس شافت برضو احنا كنا يعني طيرين بأداء المنتخب المغريب الحقيقة وكمة السعادة وكمة الفرح وكمة المساندة فبالتالي برضك هم يمكن برضك بيردوا الحتة ديت أكيد ليه الأهلي ومين يقدر على اللي بيحصل ده غير الأهلي كابتن رمضان وهل القصة قصة كورة وقصة لعيبة وقصة جهاز فني وقصة تسعين دقيقة هي عمر المباراة ولا القصة بتبتدي من قبل كده بكتير الكصة كل حاجة كل الحاجات اللي انت قلتها أنا بس الحقيقة أنا عاوز أرجع لحاجة حاجة أنا في رأي حاجة مهمة جدا في الكورة يعني في الملعب مش في الملعب لا أنا الكابتن محمود الخطيب الناس كانت الفترة اللي فاتت التلات مواسم ولا الموسمين الأخار دول الناس كانوا بيلوموا على الكابتن محمود الخطيب أني ما بيردش أو مش عارف ما بعملش ايه بتاع تخيل الكابتن محمود الخطيب وهو ما بيردش من اللي بيرضله ربنا ربنا بيتجيب له حقه لان مظلوم مظلوم ظلم رهيب رهيب انا ما شفتش كده قبل انت النهاردة اي حاجة للأسف الشديد اي موقف في نادي المنافس بعيدة عن الكابتن محمود الخطيب خالص يقولك محمود الخطيب يعني مش عارف العيبة متقايتش يقولك محمود الخطيب يحصل مش عارف ايه يقولك محمود الخطيب يا جماعة ايه يا جماعة عشان كده انا بقول ان بقى مش هو اللي رد ده ربنا اللي بيرضله خلي بالك التوفيق ده برضك لازم انت بقى عندك حاجات عشان يجيلك التوفيق حاجات كويسة عشان يجيلك التوفيق من عند ربنا اعتقد ان الفترة الاخيرة لا ربنا بيرد حق المظلوم الاستورة افضل شخصية ريادية في مصر الكابتن محمود الخطيب اللي بيبص على القمة وبيبص شوراك كابتن رمضان طبعا اللي هدف النجاح اللي هدف النجاح اللي بيدور على شمع ولا بيدور على سحر ودجل وشع ولا بيدور على مشكلات اللي بينجح مركز في كراستو وهو الكابتن محمود الخطيب هقولك حاجة انا وهو انا اللعيب معاه او احنا زملاء واحنا في الملعب يا جماعة ده شخصية حاجة ايه يا جماعة هقولك حاجة احنا مثلا كلعيبة بيجينا اوقات كده نقوله الفاظ مثلا لبعض مش عارف ايه بتاع الكابتن محمود الخطيب عمره ما قال لفظ خارج اكسملك بالله مش باقولك كده يعني كمان عمره وهو نجم كبير كده وهو معانا وبتاع عمره ما قال لفظ خارج طب انتوا عايزين ايه يا جماعة عايزين ايه يعني الراجل بيتق الله يعني الراجل للفترة اللي فاتت دي كلها بيتق الله شايف انه يعني في اوقات كتيرة جدا الجمهور في بعض الاوقات وسائل اعلان في اوقات كتيرة جدا المسؤولين عن الكرة في مصر يعني لجنة حكي لجنة حكام اتحاد كورة ربطة اندية يعني لن نستثني احدا يعني مقدموش الدعم الكافي للاهلي في اوقات كتيرة جدا كابتر رمضان يعني 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 هو مواقف كتير اكتر من ان اعود اذكرها الحقيقة لكن هل بتشوف انه رغم النجاحات الاهلي يعني النهاردة الاهلي الحقيقة كنت بقول انه مشرف مصر ومشرف الكرة المصرية ومحسن سمعة الرياضة في مصر حتى افريقيا هل تشوف انه انه ممكن يبقى نتيجة ده ان الامور ينصلح لها انه الاهلي ممكن يلقى بدعم من المؤسسات دي او من المسؤولين دول في اوقات كتير مصر ولا ترهن على انه لن يتغير من الامر الواقع شيء لا لا مصر اقول لك حاجة يعني النادي الاهلي عموما يعني يعني 100 سنة اخذ بالك هو هو النادي الاهلي يعني انت النهاردة حتى لما بيجي اوقات مثلا حاجات في التحكيم حاجات مش عارف في الربطة حاجات بتحصل مش عارف ايه النادي الاهلي ما اشوف طريقه لازل انا بقول فيه فترات لا يعني النادي الاهلي يحتاج مساندة مساندة في ايه ان ياخد حقه ما انا بكلم في انه ياخد حقه انا بكلم مساندة في انه حد يجمله انا مش عاوزين حد يساندنا ولا يجملنا يعني هو موقف زي مثلا تنظيم نهائي دوري النسخة الاخيرة ده ما كانش الاهلي يستحق في انه طبعا يدعم اتحاد الكورة في مصر طبعا موقف زي مشاركة الاهلي في المونديال من غير نص لعيبته الدولية مش كان وانه المسؤولين في الاتحاد يقول الاهلي هيشارك في المونديال بكل لعيبته مش كان يستحق انه عشان كده عشان كده ياحمد انا بقول لك ده ربنا انا بيجيب لك حقك انت مش انت انت مفروض ما تلعبش كاس عالم الاندية الموسم ده صح او لم صح دي عدالة السماء اه هي دي مش بس هارد لك طبعا للوداد اللي خرج مبارح قدام الهلال مبروك لأشقاء في السعودية كان مباراة طبعا مبروك هواية جدا مبروك هواية جدا والفرقتين كانوا يستحقوا التقاهل لكن طبعا القرعة حطت فرقتين عربيين في مواجهة واحدة لكن خليني اقول لك كمان ومش فكرة بس انك تشارك يعني ها عدالة السماء مش انك انك انت تروح شاك في البطولة انت انت متأهل عن جدارة واستحقاق ورايح تلعب مع ريال مادريد بالزبط بالزبط انا بقول لك الحقيقة ان الطبيعي الطبيعي ان احنا كنا طبعا ولا حتى واحد في المية ان احنا نقول هنلعب كاس عالم الاندية شوف ربنا جابها ازاي شوف ربنا جابها لك ازاي عفيا انا فعلا عدالة السماء النهاردة لما الوداد بياخد البطولة وبتتلعب في المغرب خلاص يبقى البديل لي وصيف البطولة ووصيف البطولة وانت بتلعب البطولة دي كممثل عن قارة افريقيا بالزبط يعني الوداد هو المستضيف الحدث وانت ممثل قارة افريقيا وانت ممثل قارة افريقيا فعشان كده انا بقول لك الحقيقة يعني الفترة اللي جاي دي احنا بنتمنى العدالة تبقى موجودة الحقيقة لو العدالة توجدت اعتقد احنا عندنا الحمد لله كل الاساسيات اللي موجودة عندنا ازاي كان مجلس ادارة ازاي كان جهاز فني ازاي كان لعبين كل الحاجات دي على مستوى علي جدا 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 الحقيقة كمان يمكن كنت بقول في بداية الحلقة ويمكن اللي ما تابعنيش خلييني اقول مرة تانية انه حقيقة ترجمة حقيقية لشغل ومجهود الزملاء هنا في القناة اللي احنا دايما حارسين انها تبقى مشرفة لجماهير اعظم نادي في الكون وطليق بلوجو وشعار النادي الاهلي انه واحد من اهم مكاسب البطولة دي وقبل المواجهة المنتظرة بين الاهلي وريال مدريد انه يبقى فيه تنسيق وبروتوكول تعاون متبادل بين قناة الاهلي وقناة ريال مدريد وده شيء بيعكس طبعا الحقيقة يمكن تميز القناة وبالتأكيد طبعا قناة بحجم نادي بتشاي لشعار نادي ريال مدريد ما كانش ممكن ابدا يعني تكون مرتبطة باي قناة وخلاص بالتأكيد طبعا ده بيعكس المكانة الكبيرة جدا والنجاح الكبير جدا اللي بيمر بيه النادي الاهلي واعتقد ده يمكن واحد من زي ما اللعيبة في قوات كتيرة او الكورة او مجلس الادارة بيتلقوا انتقادات على عدم الرد والتعامل برضو ده بيبقى جزء من المرسال اللي بيوجه لك القناة هنا عندنا قناة برضك ايه قناة محترمة الناس كلها اللي بتشتغل في القناة حاجة محترمة جدا 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 هقولك حاجة انت عارف يعني انا قلت قبل كده في تصريح اللي هي الحقيقة انا لو قاعد في قناة النادي الاهلي ومقدم البرنامج بيسيق مثلا الزمال اللي هي في نادي الزمالك حسن شحاتها فاروق جعفر خواجة مش ممكن ده يحصل مش ممكن مش ممكن لانه لانه الناس دي الحقيقة رموز وقام احنا بنحترمها وبنقدرها بشكل جيد لكن انا بقولك انا بقولك في حاجة بس ردا على زملاء لينا لا هقوله لا يعني بناش بناشي الحتة دي او لو الدنيا خلاص قفلت يعني هستأذن لان ماينفعش هنقعد في مكان وزميل لي او صديق لي او زميل ملاعب لي يتهان يا جماعة ماينفعش يعني شوف يعني احنا وانا ما عنديش شك انه اللي هقوله ده مشاعر جزء كبير جدا من الاهوائي احنا انا شخصيا ويمكن كتير من الاهلوية بيستاؤوا لما بيشوفوا اسم نجم في نادي الزمالك او رمز من رموز نادي الزمالك بيتم اهانته على اي مكان او اي وسيلة اعلام انا لسه انا لسه متكلم على حزم امام في الواقع الاخيرة دي انك تهين حزم امام حزم امام رمز من رموز القرى المصرية حاجة يعني وبردك نفس الحكاية كمة الادب اللي في الدنيا ادب وتربية وزوق واخلاق وكل احنا مش بنتكلم بس علينا احنا انا بتكلم علينا عشان كمة الظلم اللي واي على الكابتر محمد الخطي كمة الظلم يعني انا بستعجب بستعجب ازاي يا جماعة محدش برد على الناس دي يا جماعة يعني هو انتو بتاخدوا الراجل المتربي والراجل الاخلاق والراجل يعني يعني عقلية جميلة وحاجة جميلة وازاي ده مفروض ده يعني البنا تدفع عنه قبل غرد اللي بيحصل ده طبعا طبعا يعني انا بقول لك شوف ربنا ربنا احنا مفروض ما نروحش كاس عالم ايه اللي يودينا كاس عالم ربنا المفروض ان زي ما قلتلك ان الكابتر محمود الخطيب حتى ولو في تصريح اي حاجة بتاع مفيش ما بيردش ربنا رب يردوله حق صحيح ارجع لماتش الريال تتوقع مفاجئات من ميستر كولر لا انا انا طريقة وتشكيل متوقع اللي هيلعب بنفس الطريقة طبعا نفس الطريقة اللي عبنا بيها 4-3-3 4-3-3 طبعا لان طبعا طبعا لان حقيقة زي ما قلتلك اولا محمد عبد منعم ومحمود متولي في حالة كويسة متذكرش مطش زي مطش البرس يعني مع يعني طبعا مع الفرق عشان ناس تاخدش ومباراة برشتونا والريال في مطش السوبر يجب كمان انه يتحط في الاعتبار انه برشتونا كشف كتير من نقاط ضعف في ريال مدريد في وجود كامل السكواد بقى احنا نكلم على كل النجوم بالزبط من كورتوال غاية بنزيمة عشان كده احنا طبيعي ان احنا عندنا ثقة في نفسينا وانحنا نازلين بداية المباراة احنا هقولك حاجة لا احنا نازلين بنقول لبعض كده وجهزنا الفني احنا نازلين نكسب وخلى بالك ده وارد وارد بنسبة كبيرة لان زي ما قلتلك احنا ما احنا كسبنا الريال قبل كده بس نكسبنا الريال قبل كده وكسبنا بسكواد اعلى بكتير من بالزبط وعلى فكرة اللي بيقولوا انها مباراة دائما على الشكات رمضان لما فرقة بحجم الريال والعيبة زي لويس فيجو وزينة دين زيدان وروبرتو كارلوس وكاسيا ورؤول جونزالس وبقيت الاسكوادر الجالاكتيكوس يبقوا مغلوبين واحد سفر لا هيبتدوا يلعبوا كرة ويغلوا كرة ويبقوا ويحبوش تغلبوا يعني هم مش يتغلبوا عشان جايين من باراة دية لا اتغلبوا عشان احنا كنا عمين تفوق في المباراة شايف ازاي المفاجآة ترجع سؤال تاين ايه ممكن يكون مفاجآة في المباراة كطريقة او كاختيار لاعب هو طبعا زي ما قلت لك التشكيل مش هيتغير على المطش الاولاني مباراة المطش الاولاني لو عملت تغييره هتبقى في طاهر محمد طاهر مكان احمد عبدالقادر ويبقى احمد عبدالقادر ورقة معاك زي ما قفش ورقة معاك لان دي هتقفل لك المساحات اللي هم التميز اللي عندهم في الاجناح الحقيقة لكن انت لو انت تفقد الكورة تنزل تحت الكورة وتلعب زي نظر ملعب وتليق مساحات وتعتمد على السرعات السرعات اللي عندك لا انت خلا بلك ممكن تختارقهم تختارقهم من الجنبين وتختارقهم من العنق كمان محمد شريف زي ما قلت لك التحرك في ظهر المدافعين ده يعني تميز لرأس حربة بشكل كبير جدا وعنده السرعة بقى عنده لما بيقطع في ظهر المدافع المدافع بياخد الكورة يمكن هو في مرات اوكلند اضاع مثلا بتحوالي اربع خمس فرص كانوا سهلين جدا ان هو يتعامل معاهم لكن انا بقول لك بقى على ايه السرعة اللي عنده والتحرك في ظهر المدافعين اذا كانت تشكيل بالشكل دوت طبعا انت عندك بره كمان دكة قوية جدا جدا وتقدر تصنع الفارج بيها في اي وقت هتعمل تغيير لكن جوه الملعب اعتقد محمد شريف هيبقى ليه دور كبير جدا في المجموعة اللي بدقة حسين الشحات هيبقى ليه دور كبير جدا طهر محمد طهر هيبقى ليه دور كبير جدا طبعا حمدي فاتحي والسلية في الدور اللي الراجل مدهولهم ان انا بيعملوا مساندات هجومية وبيخشوا الثمانتاشر طبعا اليو دينج هو اللي بيأمينك عرض الملعب واللي بيأمينك الحتة دي علي معلول كان عنده ميس باس كتير مع عشان كده انا بقول لك اول ما قلتلي التلاتة تغيروا علي معلول نفس الحكاية ومحمد هني نفس الحكاية مش هو اداءه بتاع مبارات اوكلن لا ان شاء الله بزنها اللي التنها يبقوا في حلقة كويسة والتنين مفاتيح لعبة بشكل كويسة وعلي معلول بالذات بيعرف يحط الكرة البينية محمد شريف من وراء المدافعين وضع انها تعليمات مثل طبعا انت مش هتعمل دي حوالي ست سبع تامن مرات وانت مش مرى عليها لأ ضربت يعني في انتظار ان شاء الله بإذن الله وكلنا انا متفائل حقيقة وتمنى خير وزي ما قلت اهم حاجة قالها كابتر رمضان ان الميزة او الميزة الاوضح في المواجهة سيبك بقى من قصة مين رايح او مين مش رايح مين هيلعب من من ريال او مين مش هيلعب ويغيب عشان اصابات انا في رأيي انه اكتر حاجة قالها كابتر رمضان وعلى لعبتنا انها تركز عليها ان دي ممكن تكون اقل مباريات البطولة من ناحية الضغوط الموجودة على اللاعبين ويجب ان احنا نستغل ده بشكل كويس جدا واحنا بنلعب مع واحد من افضل فرع العالم طبعا ريال مادريد نوارة الدنيا كابتر رمضان ربنا يخليك ياحمد ربنا يخليه زي ما فرحنا ان شاء الله في المواجهتين ان شاء الله هنفرح يوم الاربع بإذن الله ان شاء الله الاهلي قدر يفرحنا يوم الاربع وفي جميع الاحوال احنا في منتهى الفخر الحقيقة بالمستوى المشرف والارقام اللي بيكسرها الاهلي في كل لمشاركة لي في المونديال وخصوصا المونديال الاخير مشاركة تامنا والوصول للمربع الدهب للمرة الخمسة في التاريخ والمرة التالتة على التوالي كل الشكر ربنا يخليك ياحمد ونبارك لبعض ان شاء الله ونبارك ونفرح مع جميعنا اليومين اللي جايين كلهم ريال مادريد وطبعا بالتأكيد الاهلي حضر معنا وان شاء الله بإذن الله من أول ما البعثة توصل للرباط هنتطمن عليها وهيكون معنا طبعا زمالينا هناك في قناة الأهلي يطمنونها في رسالتنا أو رسالتهم اليومية من الرباط على بعثة النادي الأهلي من بكرة ان شاء الله حلقة خاصة جدا عن مواجهة الأهلي وريال مادريد بشكركم على المتابعة ودايما على كل خير نتقابل في السادسة